في قديم الزمان عاش نبي كريم هو ذو الكفل عليه السلام وقد ذكر في القرآن الكريم مرتين قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وقال تعالى واذكر إسماعيل وليسع وذلكفل وكل من الأخيار وهو من أنبياء بني إسرائيل ولماذا سمي بذلكفل يا جديد سمي بذلكفل لأنه تكفل للنبي الذي كان في زمانه أن يخلفه في قومه إذا مات وأن يتكفل له بثلاث أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب في القضاء لذلك جعل إبليس يقول للشياطين عليكم بذلكفل أوقعوه في الزلل وهل نجحت الشياطين في ذلك؟ حاولت الشياطين جهدها لكنها فشلت ولم تستطع إيقاع ذي الكفل في الزلل أبداً فقال إبليس لعنه الله دوني دوني وإياه سأتولى الأمر بنفسي ذلك لأنه يتمتع بقمة الخبث والدهاء والذي علم بعضاً منه لذريته من الشياطين أتى إبليس ذا الكفل عليه السلام في صورة شيخ كبير فقير وأتاه حين أخذ ذا الكفل عليه السلام مطجعه للقيلولة حتى ينام فأنه لم يكن ينام الليل وهو يعبد الله فقد كان يصلي في اليوم مئة ركعة وكان يقضي في الناس حتى وقت الظهر وبعد ذلك يعود في وقت القيلولة للبيت حتى ينام وبعدها يرجع ليقضي بين الناس إلى الليل وهكذا دواليك أراد إبليس أن يثير غضب ذي الكفل عليه السلام وبذلك يوقعه في الخطأ بذلك طرق بابه في ساعة القيلولة التي تمثل ساعة الراحة لذي الكفل عليه السلام فتح ذو الكفل عليه السلام الباب سأل ذو الكفل من أنت؟ قال إبليس أنا عجوز طاعن في السن وأتيتك في حاجة سأله ذو الكفل وما حاجتك أيها الشيخ؟ قال إبليس إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا واستمر يكلمه حتى حضر موعد ذهابه إلى مجلس القضاء وذهبت على ذي الكفل عليه السلام القيلولة ولم ينم فقال له ذو الكفل عليه السلام عندما أذهب إلى مجلس القضاء فأتني آخذ لك حقك فانطلق وراح فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام من مجلسه وذهب للعبادة فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه فلما رجع إلى بيته للقيلولة لينام قليلا وبعد أن أخذ مضجعه أتاه إبليس فدق الباب فقال ذو الكفل من هذا فقال الشيخ الكبير المظلوم ففتح له وقال ذو الكفل عليه السلام ألم أقل لك إذا قعدت في مجلس القضاء فأتني قال إبليس إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد في مجلسك قالوا نحن نعطيك حقك وإذا قمت من مجلسك جحدوني قال ذو الكفل عليه السلام له فانطلق هذه الساعة فإذا ذهبت إلى مجلس القضاء فأتني ومرة أخرى فاتت القيلولة ذو الكفل عليه السلام فذهب إلى مجلس القضاء فجعل ينظر الشيخ فلم يره وشق عليه النعاس لأنه لم ينم منذ يومين متتاليين فقال لأحد رجاله لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شق علي النعاس أخذ ذو الكفل عليه السلام مضجعه لينام فجاء إبليس وأراد أن يطرق الباب ويدخل على ذو الكفل أوه ما هذا لقد أقلق راحة ذو الكفل عليه السلام كثيرا نعم ولكن الرجل استوقفه وقال له ها ما أنت فاعل قال إبليس إني قد أتيت ذا الكفل أمس فذكرت له أمري وإني أريده الساعة فقال له الرجل لا والله لا لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه فلما رأى إبليس عناد ذلك الرجل وتصميمه نظر متفحصا للبيت فرأى ثقبا في البيت فدخل منه فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من الداخل فاستيقظ ذو الكفل عليه السلام وقال أيها الرجل ألم أمرك أن لا يقرب بابي أحد في هذه الساعة قال الرجل والله والله إنه لم يدخل من عندي فاسأله من أين دخل فقام ذو الكفل عليه السلام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه وجال ذو الكفل عليه السلام ببصره في البيت فلم يكن هناك أي منفذ يستطيع الشيخ أن يدخل منه فعرف حينها أن هذا الشيخ ما هو إلا إبليس عليه لعنة الله فقال ذو الكفل عليه السلام ما أنت إلا عدو الله إبليس قال إبليس نعم قال ذو الكفل عليه السلام ولماذا فعلت كل هذا قال إبليس لقد صلت عليك الشياطين لتوقعك في الزلل فلم تقدر فأردت أن أثير غضبك وأجعل صبرك ينفد فتقع في الخطأ وهكذا لم يستطع إبليس أن يغير شيئا من صفات ذو الكفل الذي ظل صابرا حليما لا يغضب وأنت يا أحمد هل تستطيع أن تظل صابرا حليما لا تغضب أرجو ذلك يا جدي إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر مع Citizens perchاني منصابرا إبليس